عاملين ايه يا جماعة يا ربوا تكونوا دايما بألف خير طيب احنا النهاردة عندنا ثلاث قصص مختلفة بس بتجمعهم حاجة واحدة الشيء الوحيد اللي بيجمع الثلاث قصص دول هو الصدفة العجيبة النهاردة عندنا ثلاث قصص بتتكلم عن ثلاث صدف مبتحصلش اللي واحد في المليون وعلشان ما نطولش ونحكي كتير في المقدمة يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا في سنة 1956 كانت السفينة الايطالية اس اس اندريا دوريا العابرة للمحيطات كانت سفينة جميلة جدا وكبيرة وسريعة ومستوى الامان فيها عالي جدا الا ان في يوم 25 يوليو في السنة دي كانت السفينة بتبحر في اتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة وفجأة ظهر حواليها ضباب كسيف جدا فالكبطان بتاعها اتبع اجراءات السلامة وبطق من سرعتها بعد فترة صغيرة دخل في نفس الضباب سفينة سويدية اسمها استوكولن لكن السفينة السويدية دي ما كانتش على علمه بموقع اندريا دوريا السفينتين كانوا بيستخدموا الرادار لكن لسوق الحظ ارتكبوا اخطاء في قرية الرادار بتاعهم وما فيش اي سفينة منهم اتواصلت مع السفينة التانية عن طريق اجهزة الريديو او الارسال وما كانوش عارفين انهم هيتقابلوا في نقطة واحدة لما بقى قصاد بعض وحصل الاتصال البصري ما بينهم في الضباب كان خلاص فات الاوان انهم اتجنبوا الاستضام في الساعة 11 و10 مساء في الليلة دي سفينة ستوكولن دخلت بالمقدمة بتاعتها في الجانب الامامل سفينة اندريا دوريا ودخلت بالمقدمة بتاعتها بعمق 12 متر داخل السفينة الايطالية وبعد الاستضام السفينتين انفصلوا عن بعض الحادثة دي مات فيها 46 شخص في اندريا دوريا وخمس اشخاص في ستوكولن الحادثة دي لما حصلت كان كل وسائل الاعلام في العالم بتتكلم عنها بما في ذلك قناة ABC News في الولايات المتحدة من ضمن المزعين او المراسلين الاخباريين اللي كانوا بيغطوا الحادثة دي في القناة واحد اسمه ادوارد مورجان زميله والضيوف اللي كانوا في القناة ما كانوش يعرفوا ان بنته ليندا اللي عندها 14 سنة كانوا من ضمن الركاب اللي كانوا على سفينة اندريا دوريا وتم ابلاغه من السلطات انها من ضمن المفقودين في الحادثة واحتمال كبير تكون ماتت فما كانش قدامه غير انه يستنى شوية وقت علشان يعرف ايه ما صير بينته هل ماتت في الحادثة ولاق جسستها ممكن تكون غرقة وجسستها ضعت في المياه فهو مش عارف رغم الضغط النفس الرهيب اللي كان فيه المزيع ده الا انه استمر على البس المباشر ينقل كل اخبار الحادثة واخر التطورات من غير ما يبان عليه اي علامات للقلق او للخوف ولا ذكر في النشرة او لاي حد من الموجودين حواليه ان بنته من ضمن الناس اللي كانت في الحادثة انت لو مشاهد شفته في نشرة الاخبار وعرفت ايه اللي حصل لبنته هتستغرب ازاي الراجل ده ماسك نفسه كده قصاد الكاميرا لكن لو عرفت ايه اللي حصل لبنته في الحادثة دي هتستغرب اكتر واكتر بكتير من كده لما حصلت الحادثة دي كانت البنت نايمة في احدى الغرف في سفينة اندريا دوريا واللي تعرضت للاستضامة المباشر من سفينة ستوكهول البنته قامت مفزوعة وقت الحادثة وبدأت تسرخ سريخ هستيري ومش عارفة ايه اللي حصل ومش عارفة هي دلوقتي موجودة فيه وفضلت على سريرها تسرخ على امها اللي كانت معاها في الرحلة في الوقت ده كان فيه راجل على سفينة ستوكهول ابتدى يسمع سريخ البنت دي جير بسرعة نحية مقدمة سفينة ستوكهول وسمع السريخ ده وعلى السرير ده كانت البنت اللي عندがه 14 سنة واسمها ليندا مورجان عملت سرخ على سريرها واللي حصل ان سفينة ستوكهول لما دخلت في اندريا دوريا مقدمة السفينة السويدية دخلت ورافعت سرير ليندا مورجان وبعد كده سحبت السرير والبنت عليه من سفينة اندريا دوريا انت متخيل الحادثة دي حصلت ازاي؟ تخيل تبقى نايم في امان الله على السرير في سفينة وتيجي سفينة تانية تخبط في السفينة اللي انت فيها وتلاقي نفسك اتسحبت بالسرير اللي تحتيك وبقيت في السفينة التانية اللي خبطت فيه بعد كده وصلت الاخبار للمزيع ده ادوارد مورجان انهم لقوا بنته على قيد الحياة وتسمت البنت دي في نشرات الاخبار بالبنت المعجزة ولما والدها رجع تاني للبس المباشر ابتدى يحكي قصة بنته المعجزة للمشاهدين وبيحكي ازاي في اللحظات دي كان بيمارس عمله كمزيع ومسك اعصابه وبيقدم اهنته رغم الضغطات دي كلها اللي كانت عليه حاولين مصير بنته اللي ما كانش عارف ايه اللي جراله فصعب جدا انت كمزيع اغبار تقدم اهنتك ودماغك مشغولة وقلقانة حاولين مصير حد انت بتحب كل اللي حصل للبنت دي هو بس كسر في الدراع لكن بعد كده هي خفت لكنها مش هتقدر تنسى والدتها اللي ماتت في الحادثة دي ومات برضو في الحادثة دي زوج والدتها واختها التانية الغير شقيقة في سنة 2019 كانت ميج مورر اللي عندها 21 سنة في جامعة طولين في نيو اورليانز بالويزيانا وكانت بتدرس علم البيئة وعلم الاحياء التطوري وكانت متفوكة جدا في دراستها وفي نفس الوقت كانت بتحب حياة المغامرة في الطبيعة والمغامرات والخروجات دي منها بتتفسح ومنها بتدرس الحياة للحيانات والطيور والحشرات اللي هو يعني يعتبر مجال دراسته في شهر مارس في السنة دي بعد تخرجها من الجامعة كان الوقت ده بداية الربيع او زي ما بنقول اجازة شام النسي فاتنين من زمايلها اللي تخرجوا معها في الجامعة قرروا انهم يخرجوا ويقضوا الاجازة دي فصح فقرروا انهم يقضوها خروج في ولاية جورجيا وسط الطبيعة والغباء البنت قالت لقسرتها انها خارجة مع صحباتها قالولها مفيش مشاكل بس خلي بالك على نفسك فطمنتهم انها مش هتتأخر كتير عليهم الكلام ده كان في يوم خمسة من شهر مارس لما البنت اللي اسمها ميج عبت شنطة السفر بتاعتها وحطتها في عربيات وراحت بعد كده على مبنى سكني وخدت منه صحباتها البنات وحطوا هم كمان شنطهم في عربيات بعدما العربية تعبت بالكامل بالشنط بتاعتهم والتلاتة كلهم كانوا فيها انطلقوا بعد كده في الرحلة بتاعتهم المسافة بالعربية من المكان اللي مشيوا منه لحد ما يوصلوا للمكان اللي هم رايحينه في ولاية جورجيا المفروض ياخد منهم وقت 8 ساعات تقريبا ده لو هم فضلوا ماشيين بالعربية وماوقفوش نهائي في اي استراحة بس هم ما كانوش مستعجلين هم كانوا مستمتعين بالطريق فمش فارق معاهم لو يقفوا كذا مرة على الطريق بعدما فضلوا ماشيين بالعربية ساعتين على الطريق بدون توقف كلهم طبعا اتزنقوا وعايزين يخشوا الحمام فكرروا انهم يقفوا عند اول استراحة تقابلهم على الطريق لحد ما لقوا فعلا الاستراحة ووقفوا عندها والتلاتة دخلوا الحمام واول واحدة فيهم خلصت الحمام كانت مجر فطلعت من الحمام ووقفت برا جنب عربيتها مستنية اللي اتنين التانين يخلصوا الحمام ويطلعونها في الوقت ده كان فيه سهواء تريلة او مقطورة كبيرة ماشي بعربيته على الطريق السريع العربية دي كانت ماشي على 18 فردة كوتش حاجة يعني رهيبة الراجل ده قبل ما يعد على المنطقة اللي فيها الاستراحة اللي البنات دخلوا فيها الحمام فجأة سمع صوت فرقعة في الجزء الخلف من المقطورة بص بسرعة على المريات جنبه ملاقاش اي حاجة هو سمع صوت حاجة وعت او صوت حاجة هبدت جاية متجاية من وراء فعلشان يتطمن ووقف المقطورة اللي سيقها على جنب الطريق ونزل من الكابينة يشوف الجزء الخلف من المقطورة ممكن تكون الابواب الخلفية تفتحت وهي اللي عملت الصوت ده لكن قبل ما يوصل للابواب الخلفية اكتشف المشكلة فين اللي كانت عاملة الصوت ده الراجل اكتشف ان اتنين من الاطارات او الكوتشات اختفوا من مكانهم اللي هي الاطارات الخلفية المزدوجة معنى كده ان الجانب ده في الجزء الخلف من المقطورة ماشي بس على عجلتين المقطورة دي الجزء الخلف منها بيبقى على ثمان عجلات اربع جنب بعض ناحية اليمين واربع جنب بعض ناحية الشمال وده علشان الشاحنة تبقى ماشي بأمان واستقرار على الطريق فمن ضمن الاربع عجلات دول اللي كانوا في جنب واحد طر منهم جزء او فردتين السواق بس كده وراه على الطريق على امل انه يلاقي الفردتين دول اللي طروا منهم بس ملقاش ليهم اي قصر خطر انه يمشي بالعربية وهي بالوضع ده ممكن تتقلب بيه على الطريق وهو بياخد ملفه فوقف زي ما هو في مكانه وطلع تليفونه واتصل بالرئيس بتاعه او بمديره في الشغل وبلغه بالوضع ده فالمدير قال له خلاص خليك مكانك زي منت وانا هبعت لك حد يساعد السواق وقف مستنى المساعدة تيجي وعمال برضو يبص على الطريق يدور على الكاوتشات بتاعه تقريبا كمتوقع انها تحصل معجزة والفردتين هيجولوا جاري على الطريق وياخدهم ويركبهم تاني ويكمل طريق شوية كده وهو مستنى في مكانه سمع دوشة كبيرة جاي على الطريق في الاتجاه التاني فبص له عربيات شرطة واسعاف رايحة في اتجاه الاستراحة على الطريق اللي هي الاستراحة اللي البنات فيها دخلوا الحم اللي حصل بقى ايه ان فردتين الكاوتش اللي طروا من المقطورة جريوا على الطريق وعدوا في الاتجاه التاني ناحية الاستراحة ودخلوا في البنت دي اللي اسمها ميج اللي كانت مستنية صاحباتها يخرجوا من الحمام الفردتين الكاوتش دول مع بعض بتوع النقل التقيل بالجنود بتاعتهم يعملوا حوالي 450 كيلو جراب يعني تقريبا دخلين على النص طن ما بالك بقى الوزن ده لما يكون بيجري بسرعة على الطريق ويغبط في بني ادم في سكته ممكن يجراله ايه فسبحان الله الاطارات دي ثابت الطريق ده كله بالعربيات اللي عليه بكل حاجة ونشنت على البنت دي وموتتها على طول في مكان بعد التحقيقات في الحادثة دي محدش عارف ايه السبب اللي خلى الاطارات دي تفوك لكن اقرأ باحتمال ان في حاجة اسمها في مصادر القصة الاجنبية لما جيت ترجمها اسمها افل الغسالة تقريبا هي القطعة المدورة دي اللي بتبقى قفلة على العجل معرفش بقى الميكانيكية بيسموها ايه وردة ولا شامبر المهم ان القطعة دي اللي تمانها تلاتة دولار بس هي اللي فكت من مكانها وخلت الفردتين يطيروا من مكانهم ويموتوا البنت فسبحان الله اعمار قدرها كان مستنيها على الطريق في خمسينات وستينات القرن التسعتاشر كان ادوين بوث من اشهر الممثلين الامريكان وتقريبا كل حد في امريكا كان يعرفه لانه كان من ضمن قايمة المشاهير لكن احنا في القصة دي مش جايين علشان نتكلم عن شهرته ومسارته الفنية وعن برعته في التمسيل المهم ان في سنة 1856 لما ادوين كان عمره 31 سنة وكان في قمة شهرته دخل محطة كطار نيوجيرسي ومشي لحد الرصيف بتاع الكطارات وهو بيلف كده علشان يوصل لأول الرصيف جاله احبار لان الكطار اللي كان عايز يركبه كان عليه زحمة كتير جدا من الناس كان فيه حجد رهيب من الناس على الرصيف بجانب الكطار وكلهم قاعدين يسرخوا ويلوحوا بأيديهم ويزوقوا في بعض ويتخنهم وكان كل ضغط الناس ده مركز حاولين سائق الكطار سائق الكطار في الوقت ده كان هو اللي بيبيع التزاكر للركاب يعني كانت وظيفته سواق وكمساري ادوين كان شايف سائق الكطار وهو عمالي زعق جامد للناس فيما معناه ان التزاكر اللي معاه مش هتكفي كل العدد ده فعلشان كده الناس كانت متجمعة وضغطة ضغط رهيب على السواق ده علشان يلحقوا يشتروا منه اخر كم تذكرة معاه ادوين في اللحظة دي كان ممكن يعلن عن نفسه او يظهر نفسه قصاد الحجد ده من الناس والناس تشوفه وترحب بيه والسواق يرحب بيه ويشتري تذكرة بكل سهولة ويركب الكطار لكنه فضل انه يختفي عن الانظار ما كانش عايز دوشة وازعاج حواليه وفعلا رغم كل العدد الرهيب ده من الناس محدش اتعرف عليه كله كان مشغول يلحق ياخد التذاكر قبل ما تخلص فكلهم كانوا مركزين اكتر مع السواق ادوين فكر ازاي يوصل للسواق ده ويشتري منه تذكرة فبدل ما هو واقف وره في اخر المجموعة من الناس قرر يلف حوالين المجموعة دي لحد ما يبقى قريب جدا من السواق عقبال ما وصل لقرب نقطة للسواق بص فوق رؤوس الناس وشاف السواق وهو بيطلع الجرار بتاع الكطار فمعنى كده ان السواق خلاص باع كل التذاكر اللي معاه وهيبتدي يتحرك بالكطار واي شخص زي ادوين ملحقش يشتري اي تذكرة مش هينفع يركب الكطار ده ادوين ماشي بعيد شوية عن زحمة الناس دي وقرر انه يستنى الكطار اللي هيجي بعد ورغم ان التذاكر خلصت والكطار ده هيمشي لكنه لاحظ ان الناس متجمع زي ما هي وعمل زحمة حولين الكطار المفروض خلاص انهم يمشوا زي ما هو عمل لقدوا الفضلوا يزقوا بعض جامد رغم ان الكطار كان خلاص هيتحرك دلوقتي كأنهم كانوا عايزين ينطوا فوق الكطار ده رغم ان ما فيش معاهم اي تذاكر المهم وسط الزحمة دي كلها على الرصيف قدامه قدامة الكطار كان فيه شخص وقع من على الرصيف قدام الكطار تقريبا الناس زقته وقع تحت على القطبان ومحدش واخد باله من الناس ان فيه حد وقع تحت على السكة فالراجل بقى نصه تحتاني على القطبان قدام الكطار اللي كان على وشك انه يتحرك ونصه اللي فوق وسط رجلين زحمة الناس اللي كانوا عمالين يدوسوا عليه الوحيد اللي خد باله من الشخص اللي وقع ده هو ادوين وكان عارف ان لو ما فيش اي حد يلحق الراجل ده وسحبه على السكة فالقطار هيفروه لكن محدش من الناس كان منتبه للشخص اللي وعده ادون على طول من غير اي تردد دخل وسط حشود الناس دي كلها ونم على بطنه جنب حرف الرصيف ومدي ايده ومسك الشخص اللي واقع ده من يأته وفضل يسحبه على فوق وهو بيحاول يسحبه الشخص ده فضل يرفص جامد ويزق برجليه حرف الرصيف علشان يطلع وفي خلال جزء من الثانية قدر اخيرا ادون المسحبه الفوق اللي اتنين من الخوف والتعب بقوا مرميين على ظهرهم على الارض وبياخدوا نفسهم جامد وهم على الوضع ده وقبل ما حد فيهم يتكلم مع التاني شافوا عجلات الكطار الكبيرة وهي بتتحرك على القطبان مكان الراجل ده مكان واقع الشخص اللي انقذه ادون هو شاب عنده 21 سنة واسمه روبرت اللي اتنين وقفوا ونفضوا هدومهم وبعد كده بصوا لبع لما روبرت شاف ادون وركز في ملام حوت صدم وفتح بقه على الاخر وشهق معقولة اللي قدامي ده يبقى ادون بوث واحد من كبار المشاهير في امريكا ادون عمله كده يعني وط صوتك ما تسيحش مش عايزين الناس تتلم علينا فالولد شكره جدا جدا وقال له انا مبسوط جدا اني شفت حضرتك ولو ان الظرف اللي احنا تقابلنا فيه مكانش حلو ومعلش ان انا خليتك تتبهدل كده علشان فالتاني قال له مفيش مشاكل اهم حاجة ان انت بخير وانا كمان مبسوط اني قابلتك واللي تنسلمه على بعض وكل واحد راح في حالة وبعد كده ادون استنى القطار اللي جيه بعد وركبه وراح للمكان اللي هو كان عايز يروح بعد فترة طويلة من الموقف ده وادون كان جدول اعماله مشغول جدا ومصرحيات كتير هيمثلها ومشاوير هنا وهنا كان خلاص الموقف ده اللي حصل في محطة القطار كان نسيه تقريبا لحد ما في يوم جالوا جواب البريد وكان الجواب ده من شكله والطابع اللي عليه والختم انه جاي من حد مسؤول مهم جدا في الدولة كان باين ان الجواب ده جاي من جهة حكومية رفعة المستوى فتح الجواب ولقى جواب شكر مبعوط من مسؤول حكومي بيشكر ادون على انقص حياة ابن روبرت في محطة القطار علشان يتضح فيما بعد ان روبرت لينكلين يبقى الابن الاكبر لرئيس الولايات المتحدة ابراهام لينكلين على الرغم ان ادون كان مشهور جدا ويعرف مشاهير تانين ويعرف برضو ناس مهمين جدا في الدولة لكنه ما كانش على علاقة باي حد من عائلة لينكلين او عائلة الرئيس الشخص الوحيد اللي قابله في حياته من عائلة الرئيس هو ابنه الاكبر روبرت اللي انقصه في محطة القطار فكانت صدفة غريبة جدا ان واحد من اكبر المشاهير ينقص حياة ابن رئيس الدولة بس الصدفة دي ما تتقارنش ابدا بالنسبة للصدفة اللي هتحصل بعد كده بعد كده في مساء يوم 14 ابريل سنة 1865 كان والد روبرت اللي هو رئيس امريكا ابراهام لينكلين في اليوم ده كان قاعد في منطقة الجلوس الخاصة به علشان يتفرج على مصرحية بواشنطن العاصمة على الساعة 10 وربع مساء وهو قاعد في المقصورة بتاعته اتسلل شخص للمقصورة بتاعته واطلق عليه النار لحد الموجه العجيب في الامر ان القاتل يبقى الاخ الأصغر لإدوين واسمه جون ويليكس بوز عملية الاختيال دي ما كانش لها أي علاقة بإدوين وانقاذه لابن الرئيس يعني مثلا هو ما كانش متدايق ان اخوه انقذ ابن الرئيس في محطة الكطار فرح ينتئم من الرئيس عملية الاختيال دي تمت بشكل مستقل تماما عن اللي حصل في محطة الكطار فاللي حصل ده كان صدفة غريبة وعجيبة واحد مشهور ينقذ حياة ابن رئيس امريكا قابله صدفة في محطة الكطار والصدفة التانية ان اخو المشهور ده يموت رئيس امريكا وبس والحد كده هو ده كل اللي هتعملوه لو عجبتكم القصص دي او عجبكم الفيديو ده ان انتو تعملوا للفيديو ده لايك وشير من كل اكاونتاتكم على مواقع السوشال ميديا وان شاء الله من هنا لحد ما اجهز لكم فيديو جديد وقصص جديدة اشوفكم على الف خير وقول لكم مع السلام